قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسم السمعان بمرافقة روحية من الأب جورج شريحة حلقة متميزة بعنوان عيد رفع الصليب الكريم المحي المقدس حيث تركز الحوار حول عدة محاور منها تكريم الصليب انطلاقا من المصلوب عليه والعادات والتقاليد الشرقية المتبعة في كنائسنا أثناء الاحتفال برفع الصليب إضافة إلى العديد من المحاور وقد أجر البرنامج اتصالا هاتفيا مع الأب جوزيف سويد خوري كنيسة مارشربل المارونية بعمان فإلى هناك فالأبونا حلقتنا عن عيد الصليب المكرم وقصة الصليب يعني معروفة وعدة مرات ذكرناها أنه كيف صارت ولماذا شعلت النار وموضوع الصليب كيف وجد ومن أوجده فيعني تاريخيا أبونا إذا بتأذر تحكي تاريخيا ألا بالعودة إلى الكتاب المقدس بالعهد القديم فكرة الصليب كعقوبة كانت قائمة وردت 46 مرة فعل يخص قيام أنه العقوبة كانت من خلال الصليب وأفعال 46 مرة وبالعهد الجديد 28 مرة وردت كلمة الصليب العيد اللي بنعيد له بـ 14 وبـ 27 وحسب التقويم الكنسي هو مش عيد الصليب بشكل مباشر هو عيد رفع الصليب بمعنى شو عيد رفع الصليب؟ بمعنى الخشبة أو احنا بنسميها الذخيرة اللي أخذت منها هي اليهود عاكبوها في محل في مكان للنفايات إبعدوها عشان ما تصيروا يتعبدوا لها المسيحية أو كده فبقيت كذلك لغاية لما صارت الحرب بين الفرس والرومان البيزنطيين إجا هرقل والحرب اللي صارته بينه وبين الفرس وانتصر فيها فطلب إنه بهذا الحكي بـ 628 يعني هذا تواريخ يعني أعاد الخشبة من الفرس كانوا ماخدينها أعادها ودها وين عمدينته العظيمة عاصمة البلاد القسطنطينية اللي هي اليوم ما يعرف بمدن تركيا يعني بعتبر إنه إثارة هاي الفتن والنعرات والعنصرية هذه هذه حجار عثرة بتكون أمام الجماعة المؤمنة وويل لمن كان حجر عثرة فما تكونوا حجار عثرة للآخرين ما تكونوا بكلامكم هذا لون فيه ناس كتير بتصدق وفيه ناس كتير بتاخد بعين الاعتبار هذا الشي فيه ناس كتير بتقولك مثل جروب الواتساف بتاع الأصدقاء نورسات كتير فيه ناس بتظلها تحكي وتعلق والكلمة هاي والكلمة هاي وبتمسكي بها الكلمة وبتمسكي بها أي كلمة جماعة المؤمنة الموجودة على الجروب بتقولك أنا مش فاضي لها الوجه على الراس هذا شو بتعمل تنسحب وبتطلع من الجروب وهيك عم بيصير في كنايسنا نتيجة خوري معين حكا شغلي أو فيه كلمة من عين حكا بتلاقي المؤمن بطل يصلي بتعد عن الكنيسة بتعد زي ما بطلع من الجروب بطلع من الكنيسة لأنه فلان وعلتان انت لما بتروح بتصلي مش من أجل فلان وعلتاني uno من أجل السيد المسيح من أجل هالصليب المكرم اللي احنا من آمن فيه من أجل المسيح المعبود اللي على هالصليب من أجل الرب ينسوع المسيح اللي احنا منقامن فيه اللي احنا مدعوين كلنا للخلاص فاحنا رايحنا على الصلاة من أجل هدول مظبوط في أشخاص هنه موجودين حاملين هاي المسئولية طي وصلوا لنا هذا الإيمان غد النظر يعني بظلهم بشر ومش كاملين وما حدا كامل غير الله فما بيصير انه نظلنا ننحر حالنا وننحر الآخرين ونجرجر بأخطاء خطايا وزلات بعض نمسكها هذا حكا هيك وهذا قال هيك ونبتعد فيه ناس كتير بتقولك أنا لا بأمن بكنيسة وانا بأمن بخوري وانا بأمن بصلاة انا بصلي هيني بالبيت بأرى هالإنجيل إذا فضي وبصلي لربنا بالبيت يعني هدول الأشخاص اللي بدهم مش لا يتعرفوا على حدا ولا بدهم مش شوفوا حدا هل هاي وحدة كنسية هل هاي وحدة مسيحية هل هاداش بتفيدنا بالوحدة المسيحية بتفيد بقوة حضورنا المسيحي ما بفيد بيحكي بولس الرسول انه احنا كيف مخلصين بأعمالنا ولا بإيماننا فمشكلتنا اليوم انه احنا بنحاول نركز على أعمالنا اللي بتمجد فيها رب يسوع المسيح اللي بتمجد فيها كنيسة اللي أنت مئلها الكنيسة الروم الكاتوليك أو الكنيسة الارتدوكسية أو الكنيسة البروتستانتية الإنجليكانية كل واحد قاعد بيعظم الأعمال أحلى مهرجان عيد صليب صار بمعلولة عملوا وسووا وكذا وعملوا عملوا ركزة على كلمة عملوا مطرنية اللاتين بالأردن أكثر كنيسة منظمة مرتبة التسلسل الإداري واضح كنا بنركز على إيش على الأعمال كنيسة كذا كنيسة كذا طب احنا في نقول أكثر كنيسة روحانية ما بنركز على الأرض فهي مشكلتنا اننا نصير ركز على إيماني أنا وإيماني علاقة مباشرة مع رب يسوع المسيح بسفر التكمين عم نشوف شجرة الحياة وعم نشوف شجرة معركة الخير والشر يمكن كتار 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 يمكن 98% من الكهنة ومن كل العالم يحكوا عن شجرة معركة الخير والشر وكيف أنه آدم سقط بلعنة الخطيئة ولعنة الموت ودخل من خلال هالسقطة دخل الموت للعالم ومن وقته بلشنا نحكي بشجرة الحياة وشجرة الحياة دكتور ملنا إلا خشبة الصليب اللي بالحقيقة تدل عليها أشهى عنقود عنقود الخلاص نسمي يسوع المسيح فلو أنه حقيقة آدم حوى أو الإنسان الأول رفع عيونه واتطلع بشجرة الحياة اللي هي مكتوبة بأول سفر التكوين الفصل الأول وبآخر سفر الرؤية بآخر فصل من سفر الرؤية شجرة الحياة كنا فهمنا قضية كتير كبيرة بالحقيقة وكنا فهمنا أنه القضية كانت مربوطة على شجرة الحياة وأنه الله بده نقطف وننعم من شجرة الحياة ثمرة الحياة واليوم جاي لأقول عن الصليب أنه أجمل لوحة هي لوحة يسوع المسيح على الصليب اللي بيقول قبل موته بشوي وأنا عندما أرتفع أجتذب إلي كل أحد وانتو بتعرفوا كتير مني وأبو نجارش بيأكد على هالشي أنه وقت اللي كانت بالصحراء قضية الحرية وقضية الكرامة وقضية الهوية عم تاخد مطرحة بالصحراء بالصحراء الخروج من العبودية إلى الحرية مثل ما نحنا عم نعبر هلأ هالأرض من أرض الشقاء إلى مملكة الآب في عنا قصة الحية النحاسية اللي رفعها موسى وقال لهم الرب طلعوا فيها علوا عيونكن بقى وهيدي الأفعى هاللي جاي طعقصنا بكحلنا بدنا نكسر شوكتها وبدنا نسحق لراسها بلشت القضية كمان مع صفر العبور إذا بدي سميه صفر الخروج وهوني منشوف دكتور منشوف أبو نجارش قديش قصة الصليب هي قصة حياة قديش منشوف أنه قصة خلاص قصة أنك تنتزع هالسم والسموم من العالم وبعرف قديش فيه سموم بعيالنا بعلاقاتنا الاجتماعية بالدول بطريقة تفاعل الدول مع بعضها بمفاهيم اللي هي مسممة اليوم طبخات مسممة الفساد التلوث إلى ما هنالك فأنا بقول قضية كلها قضية صليب قضية كلها قضية شجرة حياة وقضية قصة بمين بدنا نصلى فأنا بإمكانك تفاعلنا